ذكر القمص شرطا ثالثا يجب توفره في النبي أي نبي حقيقي وهو التأييد بالمعجزات حيث جاء موسى بالمعجزات المعروفة بالضربات العشر على أرض مصر وشق البحر الأحمر وسيد المسيح أقام الموتى وشفى المرضى وفتح عيون العميان بحسب وصف القمص أما محمد صلى الله عليه وسلم فأي معجزات صنع هكذا تساءل ما الرد على هذا الافتراء أستاذ شمس الدين الحقيقة أن المعجزات التي قام بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تفوق كل معجزات جميع الأنبياء عددا أو نوعا كما وكيفا حتى لو نقول ماذا يعنون من المعجزات إن كانت معجزات حسية أو معنوية كل شيء نرى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا يعتبرونه علم الغيب وتفضل الأستاذ جمال قبل قليل فكل هذا الأنواع نرى في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا من قلال القرآن الكريم النبي الأمي لم يكن يعرف قبل 1400 سنة ما الذي سوف يعتث ولكن الله سبحانه وتعالى كان يخبره وإذا العشار عطلت وإذا النفوس زوجت وإذا الصحف نشرت وإذا الموؤودة سئلت أو مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان أو غلبت الروم في آدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين كذا وكذا هناك أقبار عديدة لم يكن يعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كونه بشرا مسبقا هذه الأمور إلا عندما أقبر الله سبحانه وتعالى ثم تحقق هذه الأمور كلها نحن اليوم شاهدنا على ذلك وإذا كانوا يعنون من المعجزات معجزات أخرى مثلا مثل انشقاق القمر أو معجزة رمي الحصى يوم بدر أو إسراء والمعراج أو معجزة العسمة الإلهية هذا النوع من المعجزات والكرامات أيضا حدثت كثيرا في هيئة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا هم يسألون ربما يريدون مثل فيضان ماء الوضو على يديه شفاء ببكر رضي الله عنه في غار ثور من بعد لدغ الحية رد حذقة عين قطادة رضي الله عنه المصاب يوم بدر شفاء ساق سيدنا عبد الله بن عتيق رضي الله عنه شفاء ركبة سيدنا سلمان بن أكوع يوم خيبر وكذلك الشفاء عيني سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحين اشتكاهما يوم خيبر كذلك بركة تكثير الطعام القضح اللبن واحد شرب الكثير واستجابة لدعية واستجابة دعاء بسبب دعائه عند وقت الكحت والجوع كل هذه الأمور إذا واحد يشرح كثيرا هذه الأمور فقط ذكرت عنه فقط أما أذكر شيء واحد عينة فقط عينة واحدة مثلا نأخذ منه مثالا واحدا وهو معجزة تكثير الطعام وزيادة البركة فيه أنا أقرأ هذه الرواية عن أنس رضي الله عنه يقول قال أمر أبو طالح أم سليم أن تجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما يأكل منه قال ثم بعثني أبو طالح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فقلت بعثني إليك أبو طالح فقال للقوم قوموا يعني وبعث طعام ليش أخصوا واحد ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقوم قوموا فانطلق وانطلق القوم معه فقال أبو طالح يا رسول الله إنما صنعت طعاما لنفسك خاصة فقال لا عليك لا عليك انطلق قال فانطلق وانطلق القوم قال فجئ بالطعام فوضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه ثم قال إئذن لعشرة قال فأذن لهم فقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا ثم وضى يده كما صنع في المرة الأولى وسمى عليه ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فقال كلوا بسم الله فأكلوا حتى شبعوا ثم قاموا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وتركوا سورا الآن إذا كان يريدنا هذا النوع من المعجزات ولحاجة نعود ماذا كان في حيات الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب بركته من أطباعه صلحا في الأمة أظهروا معجزات وكرامات كثيرة جدا وكل هذه الأمة عندما نذكرها نرى كل واحد له شأن أكبر مما حدث ما يصوح في خانا الجليل أو في كفر نحوم هذه الوقائة نرى أكثر من ذلك شأنا في أطباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انظروا المسيح المعود عليه السلام خادم فكل بركة من محمد صلى الله عليه وسلم فتبارك من علم وتعلم وهو أظهر معجزات كثيرة ثم نهن خدام خدام المسيح المعود عليه السلام يعني خدام خادم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلفاء في الجماعين عند الأحمدية أمير المؤمن الخليفة الحالي أيده الله بنصر العزيز عن طريق الأدعية كم هناك معجزات وكرامات تحدث يوميا اليوم أيضا لم تبقى عندنا قصة سابقة أو قصص خيالية أو سابقة أو مبالغة لا اليوم نحن نشاهد بأمي عيننا هذه المعجزات كلها إذن نحن لا نستطيع أن نأخذ كل ما عمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير أي تعريف عطول كلمة معجزة نرى في كل هذه الأمور نرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم تحققت معجزات أو حدثت معجزات أكثر مما حدثت في حياة جميع الأنبياء السابقين تواصلوا معنا عبر العناوين التالية